سام مورسي أيضا كان من أسلاب اكتشافه إعلامي وصحفي جميل اسمه وسيم وهو هندسا بجد وسيم وسيم في اختياراته هو سر من أسرار أن سام مورسي أصبح موجود مع منتخب منتخب مصر من بعد هكتور كوفر تعاقب عليه مدربين كثير جدا سواء مصريين أو أجانب مدربين كثير جموا تولوا القيادة الفنية لمنتخب مصر ولكن كلهم أجمعوا على حاجة واحدة بس وهي استبعاد سام مورسي محترفنا المصر في إنجلترا والنهاردة سام مورسي بيرد على كل المدربين دول وبيظهر ققائد ملهم لفريق إبسويتشتاون الإنجليزي وبيقوده للصعود لأول مرة من 22 سنة للبريمير ليج علشان يرد على كل المدربين اللي استبعدوه من صفوف منتخب مصر فالنهاردة عايزين نتكلم ونشوف هل سام مورسي مظلوم ولا سام مورسي لعيب تعبان بس قبل ما يدخل في التفاصيل بتنسوش دلوقتي تعملوا سبسكريب للقناة وتفعالوا الجرس عشان توصلكم كل حلقاتي أول بأول وعايزين نهاردة نوصل لألف لايك فاضربوا لايك دلوقتي قبل ما تكملوا الحلقة وارجعوا لي بقى يلا بسرعة عشان ندخل ونتكلم في التفاصيل عن سام مورسي سام مورسي سام هو قصة نجاح لواحد من اللعبين مزدوجي الجنسية اللي حلموا وصدقوا أحلامهم وتعبوا وعفروا لحد ما أحلامهم بدأت تتحقق حلم وردتاني الاسم هو سام سيد مورسي مكاوي طفل انجليزي من قب مصري اتولد في انجلترا حب كرة القدم وكان حلمه اللعب وسط الكبار البريمير لي فانضم الناشئ ويلفر هامتون ولكن الفريق تخلى عنه علشان ياخد أول صدمة في حياته صدمة كانت ممكن تأثر عليه لكنها بالعكس قوته وخليته يعافر أكتر لتحقيق حلمه فانضم بعدها مجانا لفريق الشباب بنادي صغير اسمه بورت فيل أحد أنديت الدرجة الرابعة وقتها وقدر ياخد أول خطوة احترافية بالتصعيد واللعب مع الفغيل أول لبورت فيل في موسم 2010 وبعدها بتلات سنين بينتقل لشسترفيلد في نفس الدرجة علشان يظهر بقوة وياخد بقى خطوة كمان للعب في الدرجة الأعلى وهي الدرجة الثالثة مع نادي ويجن ومنه البارنس لي ويقرب أخيرا من تحقيق حلمه باللعب وسط الكبار فالنادي وقتها كان في الدرجة التانية أيوة الشامبيونشيب المؤهل الدوري الإنجليزي الممتاز أو البيمير ليج ولكن سام بياخد صدمة وراء تانية صدمة وراء تانية ففي كل مرة كان بيقرب من البيمير ليج كانت بتهرب منه سواء مع بيرنس لي أو ويجن اللي رجع له مرة تانية أو حتى مع ميدلس برو ولكن ما ننساش أنه كان كمان من أهم أحلام سام هو اللعب المنتخب مصر واللي سعى ليه بكل قوة وعافر علشان يثبت نفسه وكان ليه نصيب في مساعدته على تحقيق حلمه ده بالانضمام لمنتخب مصر لأول مرة مع كوبر علشان تكبر أحلامه أكتر ويشارك في المنديال مع منتخب مصر في أول ظهور بعد 30 سنة غياب من عام 90 وسام مورسي أيضا كان من أسلاب اكتشافه إعلامي وصحفي جميل اسمه وسيم وهو هندسان بجد وسيم وسيم في اختياراته هو سر من أسرار أن سام مورسي أصبح موجود مع منتخب والنهاردة بقى أخيرا سام بيحقق الحلم الأكبر ليه وهو الصعود للبريمير ليج مع إبسوتشتاون بعد موسم تاريخي بمعنى الكلمة قدمه ابن مصر فهل يستحق سام العودة لصفوف المنتخب الوطني المصري سام مورسي هو أول كابتن وقائد مصري في التاريخ يقود فريق من الشامبيونشيب الإنجليزية للصعود للبريمير ليج أو الدوري الإنجليزي الممتاز يمكن أحمد المحمدي صعد هو كمان من الشامبيونشيب للدوري الممتاز ولكن الفارق أن أحمد المحمدي ما كانش كابتن الفريق ولكن سام مورسي هو أول كابتن وقائد مصري في التاريخ يصعد بفريقه من الشامبيونشيب للدوري الممتاز فهل بعد اللي احنا بنقوله ده سام مورسي استحق أن هو يكون موجود مع منتخب مصر أولا سام مورسي ده قصة كفاح طويلة جدا جدا اللاعب بدأ في بداية الألفنات في فريق تحت 18 في واحد من الأندية المشهورة في إنجلترا اللي بتلعب دايما في البريمير ليج أو الدوري الممتاز وهو نادي وولفر هامتون بدأ مع فريق تحت 18 في نادي وولفر هامتون وطبيعي كان حلمه وطموحه أنه يلعب في البريمير ليج مع فريق وولفر هامتون ولكن الظروف ما بتمشيش زي ما هو عايز وبيبدأ ياخد صدمات فهينتنقل لأندية في الدرجة الرابعة والتالتة والتانية ويفضل يحاول 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 علشان يلعب في البريمير ليج ولكن يشاهد قدر أنه دايما يتحققش غير بعد تعب كتير جدا ومحاولات كتيرة جدا وهو في عمر 32 سنة مع نادي إبس ويتشتاون اللي بيصعد معاه هذا الموسم من الشامبيونشيب للبريمير ليج أو الدوري الإنجليزي الممتاز مش بس كده ده بيصعد معاهم وهو القائد الملهم أو كابتن الفريق وأكتر لعب مؤثر في الفريق كلام كتير عايزين نتكلمه عن سام مرسي بس عايز أخدكم الأول للقطات نشوف مع بعض كده امبارح الاحتفالات الجميلة جدا بسام مرسي وفريقه بالصعود لأول مرة 22 سنة للبريمير ليج ونرجع كده عشان نعلق عليها مع بعض مرسي وفريقه بالصعود مرسي وفريقه بالصعود مرسي وفريقه بالصعود حاجة بصراحة تحسسك بالفخر تحسسك فعلا بالفرحة من قلبك الفرحة من قلبك لابن بلدك اللي قدر ان هو يحقق نجاح كبير في انجلترا وكمان تفرح له من قلبك لانه لعب مظلوم اتظلم كتير جدا خاصة بقى من الاعلام المصري اللي دايما بيتجاهل سام مورسي مهما بيحقق من نجاحات مهما بيحقق من اداء كويس جدا دايما ما بيقاش فيه اي تصلية للضوء على سام دايما بيكون الاضواء مسلطة على محمد صلاح على مصطفى محمد على مرموش على ترزجية لكن سام مورسي دايما بيكون مظلوم حتى في اختيارات الاجهزة الفنية بيكون مظلوم مغايب عن الانضمام لمنتخب مصر بالرغم بقى من خد بالك معلومة يمكن كتير جدا ما يعرفهاش انه الدوري الشامبيونشيب اللي بيلعب فيه سام مورسي ترتيبه وفقا للدوريات العالمية هو رقم ستة مباشرة بعد الدوريات الخامسة الكبرى يعني بعد الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والالماني والاطالي والفرنسي رقم ستة على طول بييجي الشامبيونشيب الانجليزية بتيجي قبل دوريات كتير زي الدوري التركي وزي قبل كمان الدوري البلجيكي وهكذا يعني دوري كبير جدا جدا نقدر نقول انه هو سادس دوري على مستوى العالم وفقا للدوريات الاوروبية ومع ذلك دايما كان بيكون فيه تهميش لسام مورسي وعلى فكرة بعيدة عن الكرة سام مورسي هو اللعب الوحيد اللي كان ليه موقف داعم ووضح وصريح للقضية الفلسطينية والاحداث اللي بتحصل في غزة من اول العدوان الاسرائيلي لحد النهاردة وبرغم انه تعرض للإيقاف قبل كده لما تكلم مصرح وتكلم عن الاحداث اللي بتحصل في غزة وانتقد التجاهل الاعلامي اللي بيحصل هناك وبرغم انه توقف وقتها بعد تصريحاته دي الا انه فضل على موقفه كمان لحد امبارح لحد الاحتفالات الخاصة بالصعود امبارح اسنان اللي احتفالات بصعود ابسوتشتاون للبيمير ليج سام مورسي كان لافف العالم الفلسطيني على وسطه وبرغم ان مخرج المباراة كان داخل زوم قوي على سام مورسي علشان خطر ما يبينش العالم الفلسطيني الا ان الكاميرات اللي كانت موجودة في المدرجات صورت بوضوح العالم الفلسطيني على جسم سام مورسي اكبر الدعمين للقضية الفلسطينية واللي ما هموش اي حد برغم زي ما قلت الايقاف اللي اتعرض ليه قبل كده لكن لحد اللحظة الاخيرة والحد اخر يوم ليه في الموسم الحالي وهو بيحتفل كمان كان رافع العالم الفلسطين حاجة كمان كده على الهامش بالنسبة لسام مورسي يمكن كتير من الناس ما ياخدوش بالهم منها دايما الناس بتتكلم عن محمد صلاح وقاديه هو في ليفربول ملك متوج في المدينة قاديه الجماهير دايما في المدرجات بتعمل اغنية مخصوصة لمحمد صلاح بتغنيها له وبتهتف بيها ليه في المدرجات اغنية طبعا كلكم عارفينها وهي مو صلاح رانينج داون دا وينج مو صلاح دا اجيبشان كينج ولكن عايز اقولكم النهاردة ان كمان سام مورسي الحقيقة جماهير ابسوتشتون عاملاله كمان اغنية باسمه دايما بتهتف بيه او بتهتف ليه بيها في المدرجات تعالى اسمع كده كويس وركز في الاغنية دي اللي بنسمحها ورددها كمان امبرح الجمهور في المدرجات لسام مورسي قائد الفريق تعالوا بقى نتكلم شوية فانيا عن سام مورسي وخب بالك هنا لازم الاول نقف عن دقاطة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها سام مورسي هو كابتن ابسوتشتون وهنا لما بنقول كابتن هو مش كابتن عشان هو اقدم لعب في الفريق خب بالك هو مش واخد الكابتن او شرط الكابتن وفقا لمعيار الاقدمية لا سام مورسي انضم الفريق في عام 21-22 ومع ذلك من اول منضم من اول يوم ليه في الفريق المدرب او المدير الفني السابق للنادي وهو بول كوك اول ما سام مورسي انضم الفريق قرر ان سام يحمل شرط القيادة على طول وقال يمكن جملة للاعلام او لوسائل اعلام وقتها قال ان ده امر طبيعي وسام مورسي كان معايا قبل كده في فرق تانية وكان برضو الكابتن وعلى فكرة كان فعلا سام مورسي كمان كان مع بول كوك في نادي ويجان كان هو برضو كابتن فريق وويجان برضو كان واحد طبعا زي ما احنا عارفين من الانداء العريقة في انجلترا وللعب لها عمر زاكي في وقت سابق في البرامر ريج او الدور الانجليزي الممتاز طب لما جاء المدرب الحالي كيران مكينة للقيادة الفنية لنادي ابسوتشتاون هل سحب شرط الكابتن من سام مورسي؟ لا الحقيقة بالعكس انه فضل سام مورسي هو كابتن فريق لحد النهاردة مع كيران مكينة اللي بالمناسبة كان بالعكس كمان مش بس سابله شرط القيادة ده كمان كان اعتماده عليه اعتماد كله وكان ثقة فيه ثقة كبيرة جدا جدا وده اللي هياخدنا لنقطة التانية وهي مشاركات سام مورسي هذا الموسم مع كيران مكينة سام مورسي في الموسم الحالي مع كيران مكينة شارك في 44 مباراة واخد بالك يعني مش اللي هو شارك في المباريات لعب لبعض الدقائق لا ده لعب 44 مباراة اللعب اللي هو بيلعب من اول ديئة لاخر ديئة ما بيتغيرش فعليا وحرفيا لعب ما بيتغيرش وما بيتطلعش من الملعب اللعب الاكثر اعتمادا عليه من جانب كيران مكينة كان هو سام مورسي كابتن الفريق يعني تقدر تقول كده انه هو العمود الفقر اللي نادي ابسوتشتاون مع المدرب كيران مكينة واخد بالك انه في 44 مباراة اللي شارك فيهم سام مورسي مع نادي ابسوتشتاون في الموسم الحالي قدر انه هو يساهم في 9 اهداف سجل هدفين وصنع 7 اهداف بالرغم ان مركزه هو مركز 6 تصريح في نص الملعب نروح بقى للنقطة التانية ايه هي مواصفات سام مورسي انقاط قوته وانقاط ضعفه شخصيا بشوف ان النقطة الضعف الاساسية في سام مورسي هي انه الى حد ما بطيء الحركة نسبيا ولكن في المقابل عنده نقاط قوى كتير جدا سام مورسي هو لعب قوي بدنيا وفايتر بمعنى الكلمة في نص الملعب لعب يعرف امتى وازاي يضغط على الخصر ويدايا المساحات ويستخلص الكرة ويبدأ الهجمات لان الكرة بتطلع الحياة من رجله مظبوطة جدا ودايما كل الهجمات بتبتدي من رجل سام مورسي كمان لعب عنده ميزة تانية مهمة جدا وهي التصويبات البعيدة دايما حلاق انه عنده تصويبات قوية جدا على المرمى وكمان بتكون موجهة على المرمى وبين الثلاث خشبات والحيانة سام مورسي مهما اتكلم عنه فشاهدتي فيه طبعا هتكون مجروحة لان زي ما انتم عارفين الحمد لله كان ليه دور كبير في اني اوصله لصفوف منتخب مصر الاول مع هكتور كوبر في الوقت اللي كان الاعلام المصري كله ما اعرفش عن سام مورسي والحيانة هكتور كوبر كان مقتنع جدا بسام مورسي وفضل سام مكمل معاه في صفوف المنتخب لحد كمان مشارك معاه في كاس العالم 2018 وشوفناه كمان كلنا بيلعب مع المنتخب المصري ضد منتخب اوروبوي فزي ما بقول شاهدتي فيه هتكون مجروحة علشان كده هسيبكم دلوقتي مع بعض القطاط لسام مورسي في الموسم الحالي مع ابس وتشتاون وهسيب الحكم ليكم اشتركوا في القناة 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 فدلوقتي اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان توصلك كل حلقاتي اول باول كنت معاكم وسيم احمد اشوفكم بازن الله في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته